سياسياً تمكن محافظة كربلاء نصيف الخطابية وعبر كتلته الفائزة بي على المقاعدة في مجلس محافظة كربلاء من كسر الجمود وإرادة الإطار التنسيقي التي تمسك بها طوال الأسابيع الماضية وبضرورة التغيير الشامل للمحافظين وسط ترجيحات بأن تمضي كل من البصرة وواسط على نفس الطريقة هذا وصوت مجلس محافظة كربلاء على تجديد الولايات لنصيف الخطابية كمحافظة لكربلاء لأربع سنوات قادمة بعد شد وجذب مع القوى الخاصة في الإطارة التي كانت تشدد على ضرورة التغيير الشامل لجميع المحافظين